موسيقى خلال كلمته أمام رؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التحرك سريعاً لتنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاثات مدبول يؤكد أن السياسة الاقتصادية للدولة قائمة على ضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادية مصر تتسلم رئاسة الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب الثالثة بتوقيت القاهراء الواحدة بتوقيت جرين نشرة إخبارية متصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم موسيقى موسيقى قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قضية تغير المناخ تظل تحدي الوجودية الأخطر الذي يواجه كوكب الأرض وأن تداعياته تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم مع كل ارتفاع في درجات الحرارة وخلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ شدد رئيس السيسي على ضرورة وضع تعهدات المناخ موضع التنفيذة لخفض الانبعاتات وبناء القدرة على التكيف وتعزيز تمويل المناخ الموجه للدول النامية إن هذه التحديات تمثل ولا شك أعباء إضافية على دولنا جميعاً وخاصة النمية منها إلا أن علينا دائماً أن نعتد بالتقارير العلمية الموضوعية التي تؤكد بشكل قاطع أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا وأن تداعيته تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم مع كل ارتفاع في درجات الحرارة كما أكد رئيس السيسي أن المجتمع الدولي لن يتراجع عن أي التزامات أو تعهدات قطعها مشيراً إلى أن حجم الجهد المبدول لا يفي بالمطلوب تحقيقه وأشدد رئيس السيسي على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التعهدات سواء من خلال رفع طموح وتحديث المساهمات المحددة وطنياً أو من خلال دعم كافة الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز عمل المناخ إننا كقادة للعالم ندرك تماماً أن حجم الجهد المبدول لا يفي بالمطلوب تحقيقه وأننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتنا سواء من خلال رفع طموح وتحديث مساهمتنا المحددة وطنياً تحت اتفاق باريس أو من خلال تعم كافة الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز عمل المناخ بشراكة مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص العالمي وهي أطراف لا غنى عنها في هذه المواجهة ثالثاً أننا كمجتمع دولي نعلم تماماً العلم حجم العبء الملقى على عاطق الدول النامية والأقل نمو وحجم ما يتعين عليها مواجهته للوفاء بتعهداتها المناخية مع الاستمرار في جهود التنمية والقضاء على الفقر في ظل أزمتين غزاء وطاقة غير مسبوقتين وأننا نتعهد الدول المتقدمة منها بالإسراع من وطير التنفيذ التزاماتنا تجاه هذه الدول بتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على التحمل سواء بالوفاء بتعهد المئة مليار دولار وتعهد مضاعفة التنويل الموجه إلى التكيف أو بالإسراع من التوافق على هدف التنويل الجديد لما بعد 2025 أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل والتي تتضمن بابا كاملا عن الحياد التنافسي وخلال لقائه رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي لفت مدبولي إلى أن الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية بروتوكولا تعاون مع شركة ميديترين إيجبت لتطوير أساليب التعليم والتدريب الطبي طبقا للمعايير المقررة والمعتمدة من قبل الماهد الأمريكي للصحة والسلامة وكلية الجراحين الأمريكية والجمعية الأمريكية للمسعفين والطوارئ يتضمن البروتوكول لتنظيم عدد من الدورات التدريبية المعتمدة والمحاضرات العلمية وورش العمل باستخدام أحدث الوسائل التعليمية فضلا عن تبادل الخبرات الطبية وتطوير الأداء في مختلف المجالات الطبية من جانبها أكد اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية أهمية هذا البروتوكول في تطوير المنظومات والبرامج التعليمية والتدريبية داخل الأكاديمية وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 461 قضية تموينية بمضبوطات 343 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 78 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 205 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن من الإسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 728 قضية من بينها 225 قضية خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وقع الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع مع نظيره المجاري بروتوكولاً لتعاون بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصري ومكتب الجمعية الوطنية المجارية يتضمن بروتوكول تعاون الموقع تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية المجارية على مستوى الأمانة العامة للبرلمانين من خلال بناء قدرات أعضاء الأمانة العامة بالبرلمانين فضلاً عن تبادل الخبرات في كافة مجالات العمل البرلمانية خاصةً على مستوى دعم عمل أعضاء البرلمانة كما يشمل البروتوكول أليات لتعزيز المشاورات البرلمانية التنائية بين الجانبين إذا القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية تسلمت مصر رئاسة الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب وناقش مجلس الوزراء ووزراء إعلام العرب عددا من القضايا جاء في صدارتها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022-2026 بما في ذلك تعامل وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة كورونا قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر إن الدول العربية تواجه حاليا تحديات غير مزبوقة وخلال كلمتا في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب أضاف جبر أن أهمية هذه الدورة تأتي انطلاقا من ضرورة ترثيق معالم منظومة إعلامية عربية قادر على مواجهة التحديات الإعلام يبدأ مرحلة جديدة عودة الروح للإعلام العربي ويمكن كمان أبشركم أن هذا الجمع الكريم إن شاء الله هيكون متواجد في فبراير القادم في دولة الكويت التي تستضيف الاجتماعات القادمة لمجلس وزراء الإعلام العرب مناسبات كبيرة واهتمام كبير وروح طيبة ومرحلة جديدة تبدأ في العمل الإعلامي العربي المشترك ونتمنى من المولى عز وجل أن نستمر في هذا المنحة الإيجابي المهم لتوحيد الرؤى في مختلف القضايا لأن ما نعاني به في مصر يحدث مثله في سائر الدول العربية تحدياتنا واحدة ونواجه أمور مشتركة تقتضي أقصى درجات التنسيق أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية أحمد رشيد خطابي أهمية مواصلة العمل بكل مسئولية وإصرار من أجل الإسهام في تأمين صلابة بيتنا العربي الذي نعتز بالانتماء إليه في نطاق أشكال متطورة وخلاقة من التعاون الإعلامي لقد تابعت الأمانة العامة بكل الاهتمام في الآونة الأخيرة سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي جرت في إطار فرق ومجموعات العمل التابعة لمجلسكم وقر والتي تمحورت حول متابعة عدد من القضايا المحورية لمواصلة تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك ومن هنا فإن الأمانة العامة تقدر عالياً هذه الجهود في سياق متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية بتناسق محكم ووتيق مع خطة التحرك لإعلامي العربي التي تروم في المقام الأول مواصلة الدفاع عن مشروعية القضية الفلسطينية وفي صلبها وجوهرها الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني والروحي للقدس محتلة قال وزير التقافة والإعلام السودانية جرهام عبدالقادر إن الحاجة باتت ملحة لبناء التوافق العربي عبر استراتيجية إعلامية موحدة من شأنها تعزيز تقافة التسامح ومجابهة أفكار الكراهية والإرهاب إن اجتماعات قطاع الإعلام والاتصال تمثل فرصة طيبة للتداول حول مجمل واقع الإعلام والاتصال في الدول العربية فضلا عن الترتيبات الجارية الخاصة بالعمل العربي المرتبط بتعزيز العمل الإعلام المشترك وفق استراتيجية موحدة لنشر ثقافة التسامح والسلام في ظل المتغيرات الكونية والجنوح نحو العدوان والتنمر والتطرف والكراهية وأن نعمل معا في بناء التوافق والعقل الجمعي الذي يخدم تطلعاتنا المشروعة نحو الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة قال وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبوردينة إن الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية غير مسبوق لافتا إلى أن المعركة الحالية على الأرض الفلسطينية تخص عروبة القدس ومقدساتها وأضاف وزير الإعلام الفلسطيني أن بلاده تقدر الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية المعركة الحالية التي تجري على الأرض الفلسطينية هي عروبة القدس وهوية القدس ومقدسات القدس ونقدر ونثمن الموقف المصري والمواقف العربية جمعاء حول هذا الموضوع وخاصة وأن القمة العربية القادمة سيكون على أحد بنودها موضوع كيف يمكن إجراء تحرك عربي مشترك وفقا للرؤية التي استمعناها من الرئيس السيسي بالأمس الأمن القوم المشترك يواجه تهديدات وتحديات للجميع وبالتالي نقدر ونثمن هذا الإجماع الذي تم اليوم سواء في الاجتماعات الجانبية والتشاورية أو في هذه الرسالة التي ستنقل إلى القادة العرب القادمين شارك وزير الخارجية سمح شكري في الاجتماع الوزري لصيغة ميونيخ حول عملية السلام والمنعقد على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد وزير الخارجية أهمية عقد اجتماع صيغة ميونيخ في هذا التوقيت بهدف إعادة تسليط الضوء على عملية السلام في ضوء ما تشهده من جمود حالية وأخذ في الاعتبار التطورات السياسية الدولية الحالية التي شتتت لانتباهها عنها هذا وأكد بيان مشترك صادر عن الاجتماع ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين واستأنف المفاوضات المباشرة والجادة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن بجانب الحفاظ على الوضع الحالي للأماكن المقدسة في مدينة القدس فضلا عن الإشادة بالدور المصري الهام في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأهمية التي توليها الجامعة لتوصل إلى حل النهائي وعادل يضمن للفلسطينيين حقهما في إقامة دولتهم وأشار أبو الغيط إلى أن حل تلك القضية سيسهم في تعزيز الحوار العالمي ويخدم قضايا تعايش جاء ذلك خلال لقائه مع الممثل الأعلى لبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجل موراثنوس على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أكد أبو الغيط موقف جامعة الدول العربية الثابت تجاه قضايا احترام المقدسات والعقائد ونشر قيم التسامح والتعايش أهلا بكم من جديد وعود إلى ملف الأمم المتحدة واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التزام لبنان التام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية في لبنان وفي كلماته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ناشد ميقاتي الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان في محنته الراهنة ومؤذرته للخروج منها ومعالجة تداعيتها الخطيرة على الشعب اللبنانية وبنية الدولة وهيكليتها معربا عن تطلعه إلى إعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان الذي طال محددنته فرنسا بتعاون مع أصدقاء لبنان وأشقائه قوات الطوارئ الدولية اليونيفل لما تبذله من تضحيات وجهود من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان بالتنصيق الوفيق مع الجيش اللبناني الذي نتطلع معكم وعبركم إلى تعزيز من المرتقب أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خانة إحاطة بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية يأتي ذلك فيما ينتظر أن تشهد الجلسة مواجهة بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ووزراء خارجيات الغرب مواجهة مرتقبة وساخنة بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ونظرائه من أوكرانيا والولايات المتحدة والغرب خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيقدمان إحاطة أمام الهيئة المكونة من 15 عضوا والتي تكتمع خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد يوم من قرار الرئيس روسي بوتين تعبئة مئات الآلاف من الروس للقتال في أوكرانيا والتحرك لضم مساحات من الأراضي الأوكرانية والتهديد باستخدام الأسلحة النووية ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ أي إجراء ذي مغزى بشأن أوكرانيا لأن روسيا عضو دائم له حق النغض إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وجلسة اليوم ستكون هي العشرين على الأقل التي يكتمع فيها مجلس الأمن بشأن أوكرانيا هذا العام وفي يوليو الماضي انسحب لافروف من اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا عندما واجه دعوات لإنهاء الحرب وانتقادات بشأن الصراع الذي يتسبب في تفاقم أزمة الغزاء العالمية وندد لافروف بالغرب لانتقاداته المسعورة وفي حين أنه من غير المرقح أن يترك مقعد روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فارغا خلال الاجتماع إلا أنه لم يتضح بعد إلى متى سيبقى لافروف في القاعة وهذا الأسبوع سجل مكتب المفاوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل خمسة آلاف وتسعمائة وستة عشر مدنيا وإصابة ثمانية آلاف وستمائة وستة عشر آخرين في أوكرانيا منذ بداية الصراع واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا بينما تنفي روسيا استهداف المدنيين خلال ما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة وصفة اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان بأنها حملة للتشهير رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتانيو جوتارش بتبادل أكثر من 250 أسيرة حرب بين أوكرانيا وروسيا وفي بيان قال جوتارش إن هذا ليس بالأمر الهيي ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتخفيف المعاناة التي سببتها الأزمة في أوكرانيا كما شاد الأمين العام في بيانه لجهود الطرفين وأكد أنه سيواصل دعم أي جهود إضافية يمكن بذلها لما في ذلك إجراء المزيد من التبادلات في إطار نهج الجميع للجميع أكد الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزي بوريل عزم التكتل فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تصعيد العملية العسكرية في أوكرانيا وعقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قال بوريل إنه على يقين من وجود اتفاق بالإجماع على فرض عقوبات إضافية تستهدف قطاعات الاقتصاد الروسي وأفراد معتبرا أن إعلان موسكو تعبئة عسكرية جزئية يظهر أن موسكو تخسر الحرب موسيقى 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 أقول أننا لن نحن نعرف ضروري ونحن نحن نحن نغذر من قبل لإنقاذ الإنسان وعلى رغم من مرور ما يقرب من سبعة أشهر منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا إلا أن الأزمة لا تزال متواصلة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أكد أن بلاده لن تسمح لروسيا بالانتصار عليها في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو التعبئة الجزئية لقواتها ومعداتها الشهر السابع قارب على الانتهاء ولا تزال الأزمة الأوكرانية مشتعلة ولا يوجد أي حلول تلوح في الأفق خاصة مع تمسك كل طرف بتصعيد الأزمة عسكريا بدلا من الحلول السياسية فخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس الأوكراني زيلنسكي أعلن أن بلاده لن تسمح لروسيا بالانتصار عليها مطالبا بضرورة فرض عقاب على موسكو نتيجة أفعالها في أوكرانيا زيلنسكي حدد ما قال إنها خمسة شروط غير قابلة للتفاوض من أجل السلام تضمنت معاقبة روسيا على عدوانها وإعادة الأمن لأوكرانيا وسلامة أراضيها وضمانات أمنية كما رفض أي اقتراح للسلام بخلاف الخطة التي اقترحتها أوكرانيا بدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن روسيا تعلن التعبئة لزيادة هجومها على أوكرانيا وهذا أمر فاضح وفي أول مهمة دولية لها عقب توليها رئاسة الحكومة البريطانية شددت ليزيستراس على دعم بلادها العسكري لأوكرانيا قائلة إنه سيستمر حتى تنتصر كييف قرار بوتين استدعاء جزء من احتياط جيشه يعكس الفشل الزريع الذي منيت به قواته في محاولاتها غزو أوكرانيا ويعزز تصميم الحلفاء الغربيين على دعم كييف للتصدي لهذا الغزو خطاب تصعيدي من دول الغرب يأتي ردا على إعلان روسيا التعبئة العسكرية الجزئية مما دفع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لإدانة هذه الخطوة داعي روسيا للسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها ومعداتها العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا داخل أراضيها والمعترف بها دوليا في سياقنا متصل قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمدري مدفيديف إن بلاده ستستخدم جميع الأسلحة بما في ذلك النووية لحماية أراضيها وأشار مدفيديف إلى أن روسيا ستعزز بشكل كبير دومباس والأراضي الأخرى التي ستنضم إليها وأضف مدفيديف أن دومباس والأراضي الأخرى بعد الاستفتاءات والانضمام إلى روسيا سيجري تعزيزها بشكل ملحوظ من قبل القوات المسلحة روسية هذا وقد انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا خطاب رئيس الأمريكي جو بايدن في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة مشيرة إلى أنه أخطأ في النقل أقوال الرئيس الروسية لانامير بوتين وأضافت زخاروفا أن خطاب الرئيس الأمريكي كان غير لائق على الإطلاق لإقتباسه بصورة غير دقيقة أن بوتين يهدد العالم بأسلحة نووية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذه هي الطريقة التي يتم بها عرض المواقف في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية كان الرئيس الأمريكي قد أصر على أن موسكو وجهت تهديدات النووية ضد أوروبا مشيرا إلا أن روسيا أظهرت تجاهلا لمسؤوليات نظام حظر الانتشار النووي أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي بدء مفاوضات بشأن إنشاء منطقة منطقة آمنة في محطة طاقة النووية زابوريجيا وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الدرية أن مشاورات بناء ونشطة بدأت مع وزيري الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا والروسي سيرجيلا بروفا بشأن إنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين في المحطة كان جروسي قد أعرب عن أمله في إجراء زيارة إلى كييف وموسكو في المستقبل القريب أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأربية إلى جانب مسؤولين من كوريا الجنوبية والسويسرا والولايات المتحدة عن خلقهم البالغ حيال تزايد التهديدات التي تتعرض لها سلامة وأمن المنشعات النووية المخصصة للأغراض السلمية في أوكرانيا ومضى فيها وفي بيان المشترك أشار وزراء الاتحاد الأوروبي إلى قرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2009 بالإجماع بشأن حضر الهجوم المسلح أو التهديد بشأن هجوم على المنشآت النووية أثناء التشغيل أو قيد الإنشاء والذي أقر بأهمية سلامة وأمن المواد النووية والمرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية تستعد منطقة لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا لإجراء استفتاء غادا الجمعة على إمكانية انضمامها لروسيا وبدأ توزيع بطاقات الاقتراع الأولى على مراكز التصويت وسيتم فتح أكثر من 460 مركز اقتراع ثابت يوم الثلاثة المقبل حيث يعد اليوم الأخير من الاستفتاء كما سيكون عطلة عامة في المنطقة خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الفحم الروسي وأعلن الاتحاد تخفيف العقوبات المفروضة على الفحم الروسي ما يسمح بنقل الإمدادات إلى دول أخرى حول العالم وأفادت المفوضيات الأوروبية بأنه يجب السماح بنقل سلع والتي تشمل الفحم من أجل مكافحة عدم أمن الغذاء والطاقة حول العالم رفع بنكو إنجلترا سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% من 1.75% مشيرا إلى أنه سيواصل مكافحة التضخم على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود يقدر بنكو إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 1 من 10% في الربع الثالث ويرجع ذلك جزئيا إلى العطلة العامة الإضافية لجنازة الملكة الاذبت والتي جنبا إلى جنب تأتي مع انخفاض الانتاج في الربع الثاني وتتوافق مع تعريف الركود التقنية تأتي خطوة بنك إنجلترا في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية برفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 3.4% المئوية وللمتابعي انضامي إلينا عبر الهاتف من لندن دكتور أحمد ياسين المحل الاقتصادي دكتور قرارات متتالية للبنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة وأخيرها بنك إنجلترا كيف ترى هذه القرارات إلى أين يتجه الوضع العالمي بشكل عام؟ نعم الوضع الاقتصادي العالمي يعكس صعوبة كبيرة جدا وهذه الصعوبة مرتبطة مع الارتفاع القياسي في مستوى التضخم لذلك على البنوك المركزية أن تقوم باستخدام أدواتها البنكية وأهم هذه الأدوات لمواجهة التضخم هو رفع نسب الفائدة وطالما أن الاحتياط الفدرالي الأمريكي قرر أو اتخذ نهجا قاسيا في اعتماد هذه الأدات البنكية لرفع نسب الفائدة ترى البنوك المركزية حول العالم بأنها يجب أن تفعل نفس النهج وهذا ما يفسر ما قام به بنك إنجلترا المركزي رغم أن التوقعات كانت تشير بأن البنك كان يتخذ رفع بنقدار 0.75% ولكن يبدو أن أعضاء اللجنة النقدية في البنك اختلفوا فيما بينهم ليصل القرار النهائي لرفع نسب الفائدة ب0.5% كذلك أيضا الملفت الانتباه هو التصريح المرافق لخطوة بنك أوف إنجلند عندما وضح بشكل كامل بأن الاقتصاد البريطاني قد دخل واقعيا في مرحلة الركود الاقتصادي وهذا يعني واقعيا أن ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي ويواجه الاقتصاد البريطاني وهذا يعني وضع اقتصادي بالتأكيد صعب ويعكش تحديات كبيرة جدا وكذلك أيضا الوضع في بريطانيا مرتبط مع ارتفاع مستوى الضخم الذي تجاوز العشرة بالمئة وهذا بالتأكيد يعني يؤثر بشكل سلبي ومغاشر على القدرة الشرائية للمستهلك البريطاني وطالما أن بريطانيا هي مصنفة ضمن الاقتصادات المتطورة يعد المستهلك هو قوة الدفع الأساسية في عجلة الاقتصاد لذلك على بنك أوف إنجلند أن يقوم بفعل ما يلزم وهذه الخطوات هي بالتأكيد المتوقعة من قبله لمواجهة التحديات الكبيرة لارتفاع مستوى الضخم نعم وإجراء متوقعة كما تفضلت ليس فقط في بنك إنجلترا وإنما فيه يعني كسياسة نقدية في بنوك العالم لكن لندن تحديدا قدم على تحادي جديد مع خدوم فصل الشتاء وهو استهلاك الطاقة والوقود في رأيك هل من آليات أخرى لاحتواء هذا الأمر بما يقلل نسب التضخم المؤثرة على المستهلكين خاصة مع قدوم رئيسة جديدة للوزراء في بريطانيا يعني على المدى القصير لا يمكن الفعل الكثير على بريطانيا أن تواجه هذا التحدي الكبير طالما أن بريطانيا تقوم بشراء مصادر الطاقة من الأسواق الدولية ومصادر الطاقة يعني وصلت إلى مستويات جدا مرتفعة ولكن مثل هذا الوضع الصعب يعني تزامن وترافق مع الخطوة الكبيرة والمهمة التي قامت بها ليستروس رئيسة الحكومة الحالية بأنها حددت ثقف أسعار الطاقة لمستوى الشهر الحالي بـ 1750 جنيه سترليني وهذه خطوة إيجابية تمثل أهمية كبيرة جدا لأن لو لم تتخذ الحكومة مثل هذه الخطوة لكانت ارتفع ثقف أسعار الطاقة إلى ما يزيد عن 4000 جنيه سترليني أشهر المقبل ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6000 جنيه سترليني مع بداية العام المقبل لذلك خطوة الحكومة بالتأكيد تصب في الطريق الصحيح للتخفيص من ارتفاع أعباء المعيشة في بريطانيا تكلفة هذه الخطوة تزيد عن 100 مليار جنيه سترليني وطالما أن هذه التكلفة هي كبيرة جدا بدأت الأصوات تعالى من أين سوف توفر الحكومة هذا المبلغ الكبير بالتأكيد على المدى البعيد دافعي الضرائب سوف يقومون بتمويل هذه التكلفة الكبيرة كذلك أيضا أقدمت الحكومة البريطانية لخطوة يعني أثارت الكثير من التساؤلات المرتبطة بفراكين أو استخراج الغاز الطبيعي كأشوة بما يقوم به الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعرف بشيل أويل مثل هذه الخطوة يعني أثارت حفيزة حزب الخضر وكذلك أيضا المؤسسات الأخرى الداعمة للبيئة لأن هذه الخطوة يمكن أن يحدث عنها هزات أرضية وكذلك أيضا يعني خلل بيئي متوقع طيب هذا الخلل البيئي إذا لم تجد أوروبا لا نتحدث فقط عن بريطانيا لم تجد غيره بديل في رأيك هل يمكن أن تتراجع أكثر من خطوة ما يحمله العالم الآن من أمال لمعالجة كارثة تغيرات المناخية يعني مثل هذه الخطوة كما يقول الإنكليز نحن ننتظر لنرى لأن قبل حوالي خمس سنوات قامت الحكومة البريطانية حينها بتجارب للفراكينغ في منطقة بلاكبول وحدث عن تلك الخطوة يعني هزة أرضية طفيفة لذلك المؤسسات الداعمة للبيئة مباشرة ذكرت الحكومة الحالية بما شهدته بريطانيا قبل حوالي خمس سنوات ولكن ليستروس أكدت بأنها تطبق النتائج العلمية للبحوث التي تم إجراؤها مؤخرا كذلك أيضا تطبيق التجربة الأمريكية التي تعد التجربة الناجحة إلى الآن حول العالم وطالما أن مثل هذه التجربة في حال نجاحها سوف تؤمن كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي إلى السوق الداخلية البريطانية وحينها يمكن أن تكون التجربة البريطانية في حال نجاحها يعني يمكن أن تحذوا باقي الدول الأوروبية حذوا بريطانيا في استخدام تقنية الفراكين أو الشيل أويل وبالتأكيد قطاع الطاقة الأوروبية سوف ينتقل إلى مرحلة من الأمان والاستقرار بعيدا عن الاعتماد عن الغاز الروسي طيب معنى ذلك دكتور أحمد أنك تتوقع أن بريطانيا بما أنها الآن خارج التكتل الأوروبي مع هذه الأزمة ستتمضي لندن في خطواتها والجانب الأوروبي سيمضي أيضا في خطواته كتكتل كمحاولة لمعالجة تدعية هذه الأزمة الاقتصادية هذا السؤال واقعي ووجيه أشكرك لهذا السؤال نعم هذا الجانب أو الخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية تشير إلى الفوائد الكبيرة التي تنتظر بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي هو تكتل كبير جدا يجمع 26 بلدا مختلف المعالم اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا لذلك اتخاذ مثل هذه الخطوات والقرارات صعبة جدا وبعيدة المنامل بالنسبة للاتحاد الأوروبي كتكتل بريطانيا بمفردها أقدمت بشكل فوري لاتخاذ هذه الخطوة وفي حال نجحت بالتأكيد سوف تغير معالم القطاع قطاع الطاقة البريطاني بشكل كامل حينها يمكن أن يتشجع الاتحاد الأوروبي ويتخذ قرارات مشابهة لأن هناك تحدي كبير جدا أمام القارة الأوروبية لتأمين مصادر الطاقة بعيدا عن الغاز الطبيعي الروسي ومثل هذا التحدي يعني بات واقعا يجب اتخاذ الخطوات والقرارات اللازمة لتأمينه أشكرك جزيلا من لندن عبر الهاتف الدكتور أحمد ياسين المحلل لاقتصادي أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني سويسري رفع معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي بواقع 75 نقطة أساس لتصبح نصف في المئة يأتي هذا في ظل سعي البنك الوطني السويسري لسيطرة على التضخم المرتفع في البلاد وبهذا الرفع يصبح سعر الفائدة إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات بما يتماشى مع توقعات الأسواق بعدما كان البنك قد رفع معدل الفائدة بالاجتماع السابق إلى ربع في المئة كشفت الحكومة اليابانية عن أنها قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لمنع الين من الانخفاض أكثر من ذلك وذلك بعد وصول العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 24 عاما مقابل الدولار الأمريكية يأتي هذا في حين أغلقت الأسهم اليابانية عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين مع تفاعل المستثمرين وتوقعات التجديد النقدي لمجلس الاحتاطي الاتحادية وقرار بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية فائقة التيسير أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج أن الولايات المتحدة بالتعاون مع الأمم المتحدة تبذل جهودا لدفع عملية السلام في اليمن إلى الأمام وقال المبعوث الأممي أن تمديد الهدنة ستة أشهر يفسح المجال أمام التحرك الدبلوماسي والحوار السياسي مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يتوقف أيضا على مدى التزاق من الأطراف وعدم شن هجمات أو استهداف مدنيين أو الجنود اليمنيين نفى الجيش الكوري الشمالي ما تردد حول تصديره أسلحة إلى روسيا مستبعدا القيام بذلك مستقبلا ورافضا اتهامات تجارة الأسلحة بين البلدين وفي وقت سابق من هذا الشهر قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا ربما تكون بصدد شراء ملايين الصواريخ وقدائف المدفعية من كوريا الشمالية وفي واشنطن أفاد مركز أبحاث بالولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية تستعد لتشين غواصة جديدة قادرة على إطلاق سواريخ باليستية قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشورته وموافقته على تصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستنضم قريبا إلى 137 دولة أخرى صدقت بالفعل على تعديل كيجالي وضف أن التصديق على تعديل كيجالي سيكون بمثابة أحد إسهامات الشركات الأمريكية المبتكرة التي طورت بدائلا لمركبات الكاربون الهايدرو فولورية وسيساعدها على تصديق التكنولوجيا الأمريكية إلى الأسواق الخارجية لقي شخص مصرعه بعد أن ضرب زلزال عنيف المكسيك بلغت قوته ستة ونصف درجة وأعلن المركز الوطني للزلازل أن مركز الزلزال يقع في ولايتي مش وكان غرب المكسيك وأوضح أن الزلزال كان على عمق 80 كيلو مترا تحت سطح الأرض أختمت احتفالية جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية لعام 2022 بدار الأوبرا المصرية وللمزيد ينضم إلينا من هناك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري إليك كريم من على المصرح الصغير بدار الأوبرا المصرية جائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية 32 وثلاثين فائزا هذه النسخة بعد أن كان العدد في النسخة الأولى ستة عشر فائزا فقط تم مضاعفة الفائزين لهذه الجائزة بشكل عام لما يشكله من دافع كبير وتشجيع بشكل عام للشباب في فئتين من الأعمار من خمس سنوات حتى إثنى عشر عاما وإثنى عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما هذه الجائزة الخاصة بالابتكار والإبداع والفنون ثمانية أفرع داخل هذه الجائزة كتابة قصصية كتابة بشكل عام شعر غناء عصف على الآلات الموسيقية المختلفة وأيضا يشارك في هذه الجائزة عدد كبير من ذوي الهمم هذه ربما المرة في نسختها الثانية كان هناك احتفال خاص اليوم بدار الأوبرا المصرية بعد أن تم بالفعل اختيار الفائزين في يونيو الماضي تم تحديد احتفالية خاصة بهم وتم عرض المواهب الخاصة بهم على المصرح صغير دار الأوبرا المصرية وبمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية نتحدث عن مشاركات من جميع محافظات الجمهورية شاركوا أكثر من 1500 مشارك شاركوا بمواهبهم المختلفة لهذه الجائزة وكانها أيضا تسهيلا عليهم هناك مشاركات إلكترونية وليست مشاركات فعلية فقط إما بالذهاب للمجلس الأعلى للثقافة أو دار الأوبرا المصرية لتقديم مواهبهم بشكل عام أو حتى إرسال مواهبهم عن طريق الموقع الإلكتروني دار الأوبرا المصرية والمجلس الأعلى للثقافة تسهيلا أيضا على الشباب وتسهيلا على أولياء الأمور خصوصا لبعد المسافات هذه أيضا الاحتفالية برعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور أيضا دكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة لذلك نتحدث عن دعم كبير من مؤسسات الدولة للشباب بشكل عام والأطفال وفي ظل توجه كبير للدولة لدعم الابتكارات والإبداعات بشكل عام هذه احتفالية خاصة من دار الأوبرا المصرية على المسرح الصغير في أول استجابة من المجتمع المدني لنقل الحوار الوطني لمختلف محافظات الجمهورية وتفاعل مع المواطنين قام أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة محافظة الأقصر أثمرت الزيارة عن إطلاق التحالف الوطني مبادرة خاصة بدوي الهمم تتمثل في توفير مشروعات مختلفة لدعم جميع المواطنين من دوي الهمم من مواطني محافظة الأقصر في سابقة هي الأولى من نوعها للقضاء على البطالة داخل نتاق محافظة بأكملها استقبل محافظ جنوب سيناء خالد فودا السفير البريطاني لدى مصر جاريت بيعيلي ضمن اللقاءات المتعددة مع السفراء وممثل الدول ورؤساء البعثات الدبلوماسية للتنسيق حول مؤتمر تغير المناخ كوب 27 وخلال اللقاء استعرض محافظ جنوب سيناء الإجراءات الحالية لتحويل مدينة شرمشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة من خلال مشروع التحول الأخضر نحو منشآت صحية صديقة للبيئة من جانبه قال السفير البريطاني أنه بداية من الأسبوع القادم سيتم زيادة أعداد الرحلات القادمة من بريطانيا إلى مدينة شرمشيخ لتصل إلى ألفي سائح أسبوعيا حتى تصل إلى سبعة عشر ألف سائح في نهاية نوفمبر 2022 رحل عن دنيانا اليوم الفنان هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما وذلك بعد صراع مع المرض ولد الفنان الراحل في القاهرة عام 1958 وتخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور نجل فات الحمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال في عام 1972 فنان ذو طابع خاص استطاع رغم وسامته أن يخرج من عباءة النجمذ الملامح السينمائية فأدى أدوارا صعبة استطاع من خلالها أن يترك بصمة لا تمحى من ذهن المشاهد إنه الفنان الذي رحل عن علامنا اليوم هشام سليم لأب من كبار النجوم الرياضة والفن هو صالح سليم تخرج في كلية السياحة والفنادق في عام 1981 وقام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بلندن وبعد أن انتهى من دراسته عاد مرة أخرى لهوايته في فن التمسيل بعد انقطاع لسنوات بدأ مسيرته الفنية طفلا عندما قام بدور ابن الفنان فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم عام 1974 واختاره المخرج الراحل يوسف شهين للتمسيل في فيلم عودة الابن الضال في مطلع صباه شارك هشام سليم في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها تزوير في أوراق رسمية وعندما يتكلم الصمت وجمال عبد الناصر ولا تسألني من أنا والأراجوز اتجه بعدها للدراما التلفزيونية وقدم باقة من ألمع المسلسلات التي حفرت في وجدان المشاهد العربي ومنها الرايا البضى وامرأة من زمن الحب وأرابسك وليالي الحلمية كما كانت له أعمال مصرحية من أبرزها شارع محمد علي قام هشام سليم بالمشاركة في أكثر من خمسين فيلما سينمائية وخمسة وسلاسين مسلسلا تلفزيونيا رحيل مفاجئ لواحد من أبرز نجوم الفن المصري لكنه سيبقى في وجدان الجميع من خلال أعماله التي لا تنسى رحم الله الفنان القدير هشام سليم وأسكنه فسيح جناته وبهذا تنتهي نشرتنا وإليكم تذكرة بالعنوية خلال كلمته أمام رؤساء الدول والحكومات حول المناخ رئيس السيسي يؤكد ضرورة التحرك سريعا لتنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاتات مدبولي يؤكد أن السياسة الاقتصادية للدولة قائمة على ضمان مناخ تنفسي لممارسة النشاط الاقتصادي مصر تتسلم رئاسة الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب ختموا نشرة الثالثة أتاتكم من التلفزيون المصرية دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر